نجي بقى للماتش التالت اللي هو الأخير بتاع الرأس الأخضر رجع مروان أعطي مكان إن دي حلت جزء من المشكلة كبير ما حلت جزء كبير ولكن ما زالت مشكلة لأنك أنت هتخش بعد كده في مستويات أعلى ورتم أداء أسرع خلي بالك الرأس الأخضر يعني ردنا أما ردناش هو راجل كان واصل بست نقط ومريح سبعة لعبة من اللعبة الأساسية فمهما كان ما كانش بيلعب صحيح بتنظيم نفس التنظيم بتنقل الكرة مجموعات لعبة بتتحرك بس برضو مفيش الشراسة اللي هي أن أنا هطلع من البطولة ولا لأ يعني أنت لما تشوف النهاردة موريتانيا مع الجزائر لأ ده انتحار بين تحنو يعني تعافي اللعبة بتاعت موريتانيا أنا طبعا كنت أتمنى المنتخب الجزائري يكسب أو يتعادل ويوصل على ألد نحن بالجزائر وموريتانيا يسعدوا عشان اتنين أشكاء عرب مصبوط فهيكون الموريتانيا سعدت ونزع على الجزائر لا فرحينا على الاثنين طبعا نفرح المتاري ونزع على الجزائر بس كان نفسنا الاثنين يسعدوا طبعا أكيد كان نفسنا الاثنين الاثنين عرب والاثنين نتمنى لكننا نحن نتكلم كمنتخب عريق زي الجزائر يعني تسعى لين يخرج من الدور الأول من البطول طبعا فاللي أنا أقصده إيه هتلاقي الرأس الأخضر الرتم الأداء رغم أنه أداء جيد ولكن ما فيهوش الشراسة اللي هو إن أنا لو لو اتغلبت من مصر أنا بره البطول صحيح زي موروتانيا النهاردة فدي خلي بالك هتلاقي رتم أعلى من كده بكتير الماتشات الجاية رتم القوة النفاع البدني رتم كل عناصر البدنية السرعة الالتحامات التركيز الخوف بقى على الخروج من الماتش واحد جوة 8 يا بره يعني 16 فالريتم هيبقى أسر امبارح مروان عطية أو ماتش الأخير بتاع رأس الأخضر حل كتير من الجزء اللي احنا بنقوله ولكن ما زالت المشكلة موجودة إيه بقى هي نفس اللي بقولهولك إن إحجازي بيتطر أحيانا كتير أنت في عرف القورة الحديثة كلها إنك إنت عايز تهاجم لازم تبقى كتلة واحدة الخطوط كلها قريبا من بعض حتى في الهاجمة وهي على 18 تلاقي السردباكين على القز بتاع نص الملعب التاني في الهاجمة اللي عليك بتلاقي المهاجمين معاك سواء في نص الملعب أو في التلت الأخير كلهم بتحركوا كتلة واحدة ليه؟ لأنك إنت لو بتهاجم بتفضل عمل هجمات متتالية تقطع يبقى الناس قريبة بتاخدها تاني وتعمل هجمة أو لو أنت بتدافع المساحات بتبقى صغيرة فالفرع التاني بتعبش تختارق أنت ما زلت برضو حجازي بياخد محمد عبد المنعم ومروان ويسقط بيه من تحت فبرضو فيه مشكلة في نص الملعب خاصة إن مبارح كمان حمدي ما كانش في أحسن حالاته اللي هو جميل مروان وإمام عمل ماتش هايل بس إمام تملي بياخد كمان جزء كبير قدام صحيح فعبء كبير هيبقى على مروان في الماتشات الجاية لو فضل النص الملعب بالشكل ده مش هتقدر تستحمل إن الفرقة تبقى الورا ومروان يبقى هو اللي شايل عب لكل الخط ده دي نقطة لكن حلت جزء من المشكلة أنا عندي وجهة نظر ده بقى جايلك فيه الشاي بقى الصحي أو الأفضل إيه المنتخب الأفضل حل من اتنين من وجهة نظر الشخصية طبعا يا ألعب متأخر شوية إن أنا في الخطوط اللي أنا قلت لك عليها إن أنا أبتدي أخلي لعابة مصر تبقى ما تلعبش في الضغط العالي ده شوية تلعب لتحت زي ما موريتانيا كان بتعمل مع الجزائر النهاردة تلعبه ولمين بقى زي مثلا إن هيلعب فورد مثلا زيزو مصطفى ترزيجي مثلا حمدي ومروان وإمام وإمام يبقوا لمين لتحت قريبين من خط الضر مش هقول زي كبر بالزبط أو كرش بالزبط بس يبقوا لمين الخطوط وابتدي لعب على هجمة مرتدة عشان أديق المساحات اللي بين خط الضر ونص الملعب والمهاجمية وديق المساحات اللي أنا شايف فيها مشكلة كبيرة عند الباكين الاختراقات من عندهم سهلة جدا اختراقات عندهم سهلة جدا في الثلاث ماتشوات فلازم تبقى متحفز فيها دي نقطة ترجمة نانسي قنقر